شهد سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية نهائي النسخة الأولى لبطولة المرحوم عبدالله بن ناس المفتوحة للبولينغ الذي أقيم يوم السبت على صالة أرض المرح والتي نظمها الاتحاد البحريني للبولينغ في الفترة من الواحد إلى الثامن عشر من سبتمبر في ختام المنافسات توج سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة الفائزين بالمراكز الأولى حيث حصل اللاعب البحريني يوسف فلاح على المركز الأول في فئة الرجال وحصل اللاعب العماني خالد بن عيسى على المركز الثاني فيما حصل اللاعب السعودي عادل براغي على المركز الثالث وحصلت اللاعبة البحرينية نادي عقيل على المركز الأول في فئة السيدات بينما حصلت اللاعبة البحرينية ليلى جناحي على المركز الثاني وحصلت اللاعبة الفلبينية يولا ماركل على المركز الثالث قد أشهد سموه بالمستويات التي شهدتها البطولة والتي برهنت على الاستعدادات القوية من قبل اللاعبين واللعبات والتي عكست ما تمتعون به من قدرات وإمكانات عالية في هذه اللعبة مهنيا سموه الفائزين بالمراكز الأولى ومتمنيا سموه حظا أوفر لبقية اللاعبين في المشاركات القادمة قال سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة أن بطولة المرحوم عبدالله ناس المفتوحة للبولينغ قد ساهمت في دعم السياحة الرياضية بمملكة البحرين من خلال ما شهدته البطولة من تنظيم مميز والاستقطابها لعدد واسع من المشاركين من دول مجلس التعاون بدول الخليج العربية وبعض الدول الأسيوية تابع سموه قائلا أن الهدف هو دعم الجهود والتشجيع على التنظيم المزيد من البطولات الإقليمية والقرية والدولية لتنفيذات توجيهات سيد الوالد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدح حفظه الله ورعاه لتعزيز موقع مملكة البحرين كوجهة مثالية للسياحة الرياضية والذي ينعاكس إيجابا على تطوير المنظومة الرياضية والدفع بعجلة السياحة والاقتصاد الوطني من جهاته وجه رئيس الاتحاد البحريني للبولين سعادة السيد غازي عبدالله بن ناس شكره وتقديره لسمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة ومثمنا الجهود المتميزة التي يبدلها سموه والتي تتماشى مع رؤى وتوجيهات عاهل البلاد المفدح حفظه الله ورعاه لمواصلة النهضة التنموية في القطاع الرياضي مؤكدا أن بطولة المرحوم عبدالله بن ناس المفتوحة للبولين جاءت متوافقة مع رؤية سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة والخطط التطويرية التي وضعها سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة لتنظيم مختلف البطولات بهدف مواصلة الجهود لدعم السياحة الرياضية في مملكة البحرين حاولنا أن نظم بطولة المرحوم عبدالله بن أحمد بن ناس وكانت بطولة مفتوحة وماشاء الله من النجاح الذي وصلنا في هذه البطولة حضروا تقريبا 130 لاعب شاركوا في هذه البطولة هذا الرقم كبير وهو محاذات الدورات الأسيوية وكانت المنافسة الشديدة والحمد لله في عندنا فازوا المركز الأول للبحرين مملكة البحرين السيدات والرجال وحنا طبعا تشرفنا بسمو الشيخ خالد بحضوره في الحفل الختامي ورعايته لنا وهذا شرف كبير حق كل لاعب ورياضي في البحرين وشرف كبير حق اتحاد البورن في حضور سموه وإن شاء الله البطولات الجاية تكون أحسن وأحسن المنافسة بصراحة يمكن مثل ما شفته خلال ثات سابق عندنا لعبين من دولة الكويت والسعودية وإعمان والإمارات فالمنافسة كانت وقت قوية يعني اللي مشاركين كلهم هما لعبين منتخباتهم فاحنا ما توقعنا في البداية أن يكونون متواجدين واللعبين العدد كبير بس الحمد لله يعني احنا كل ما هما يتواجدون معانا كل ما احنا منافسات مستوانا تحسن بعد أنا نكتزب الخبرة منها طابعا كنت أتمنى أن نفوز جدام الشيخ طابعا الكل كان اليوم يتمنى أن يفوز وتشرفنا وإن شاء الله بعد يعني مرة ثانية يكون متواجد في البطولات الأكبر إن شاء الله فالحمد لله نتمنى أن البطولات تستمر وتتواصل وشكرا للاتحاد البحريني للبولنغ والمنظمين ولجميع أعضاء التحكيم واللجنة المشرفة على البطولة